رقم واحد وتسعين وبه نختم لأنه الوقت قد أدركنا قال رأيت مع مالك بن دينار مالك بن دينار من التابعين ومن العباد الصالحين رأيت معه كلبا طبعا إما كلب حراسة أو كلب صيد وليس كلبا كما نرى في هذا الزمان من بعض الشباب يمسك الكلب ويمشي أمامه ويسير خلفه بل رأينا وأنتم ترون بنات بنات المسلمين تمسك الكلب ويسير أمامها وقيل لنا ولم نرى ونسأل الله أن لا نرى هذه الطامة أنها تبيته عندها في غرفتها وإذا اشتاقت في الليل إلى طاعة الله ولا حوله أقبلت على الكلب تملس على رأسه هذه الراحة عندها كلب يا بنت المحترم ولا حول ولا خوة إلا بالله فهذا رأيت مع مالك بن دينار كلبا فقلت ما هذا؟ شو هالكلب؟ قال هذا خير من جليس السوء بعض الناس أثره على الناس أشد من الشيطان وين رايح؟ رايح أحضر درس يا أخي في أضل حدا بيحضر دروس؟ ببطر يروح الدرس؟ شو بتساوي؟ ولا بقرأ في كتاب؟ أي أضل حدا بيقرأ كتب؟ دايما ينهى عن المعروف وين رايح؟ رايح أصلي يا أخي صلي هون كلها صلاة يا وين رايح؟ رايح أزور أخوي في الله يا زلم في إيش اسمه لله خلاص إذا ما وين رايح؟ رايح أزور أرحامي يا زمهم زايرينك في مناسبة؟ في عيد في إيش؟ خلاص تخفف عن الناس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف مجالسة الكلب خير من مجالسته ولا حول ولا قوة إلا بالله